اهلا بكم من جديد لما الكابتن غزالي غنى على السمسمية وقت العدوان الثلاثي قال ايه؟ قال انت بايدك تزرع قنابل واحنا بادينا نزرع سنابل والحقيقة هو كان بيقدم فن وكأنه رصاص واغنية كان بتخلي الشعور الوطني كده في اعلى مراحله في حربنا ضد المحتل النهاردة وفي ظل حربنا ضد الإرهاب مش ممكن أبدا نخفل الدور المهم من الفن في مواجهة التطرف وهنا بنتكلم عن دور رسامي الكاريكاتير الكاريكاتير ممكن يلخص كل حاجة وكلام كتير قوي ممكن التحقيق الصحفي المطول ما يقدرش يقوله طب عايزين نتكلم أكتر ايه هو الدور الموجود دلوقتي من الكاريكاتير وهو الدور المفروض يبقى موجود في الفترة القادمة اسمحوا لي أرحب بديفي النهاردة فنان الكاريكاتير الشاب أحمد قعود أهلا بك مرحب بك يا سترانيا وسعيد إلا أنا معيك النهاردة ربنا يا خديك كلمني عن دور الكاريكاتير أولا أنت كنبسك تبقى فنان كاريكاتير آه يعني أنا في البداية كنت بدأت أرسم بورتريه وكان المسألة بعيدة عني في الكاريكاتير لكن يعني كنت بقى بجيب شغل الناس الكبيرة زي أسوز مصابح سين وأتعلم وأتفرج هما بيلخصوا الخطوط إزاي وإزاي بيرسم الشخصية الكاريكاتيرية وإزاي بتتحرك آه وبدأت أتعلم بجانب بيجذبك آه جدا آه جدا بش أنت قلت لي قبل كده أني كان نفسك تغني أنا كان آه أنا يعني حلمي في البداية أعطينا رغانات آه لا لا خالص يعني حلمي في البداية أني أنا كنت أبقى مطرب آه وكنت بغني وكنت قدام الشارع عندنا أني أقعد نلعب استغمية وكده وبعدين أجي لامم كل العيال ساعتها في سني وما كان هو أطفال ولمهم أقعدهم على المصطبة وأقعد أغني لهم آه أنا فاكر وأقعد بقى أغني صوتك حلوبا يعني آه منسجم وكده وكانوا فيقول علي يعني هو الفن يعني سبحان الله برضو الإحساس اللي هو الإحساس المرهف أنه هو برضو يعني تغني حابب أنك تغني حابب أنك ترسم كله بيبقى مرتبط ببعضه صحيح صحيح لأن أنا أنا كنت بغني وبعدين كنت بعد كده بكتب شعر فترة وكنت بكتب قصصه وبحب بكتب قصصه الروايات ولعبت كرة فترة وحاجات يعني أكتر من حاجة وكان الرسمة كان هو أبعد شيء ولقيت إن الرسمة هو الحاجة الوحيدة اللي بتنور يعني لقيت الناس كلها بتنور أو بتجي لي في حتة الرسم وتقولي أنت مميزنا فبدأت أهتم بالرسم في الآخر وكانت البداية الفكرة نفسها بتجيلك إزاي؟ يعني عايزة تعمل فكرة الكاركاتير بتجيلك منين؟ هو في البداية؟ بتدور في إيه علشان تجيلك الفكرة ولا هي بتجيلك لغاية؟ يعني فيه أكيد أنواع يعني مرة بتقرأ تقرير مرة بتقرأ تحقيق مرة بتشوف حاجة في التلفزيون الفكرة بتجيلك إزاي؟ صحيح أنا يعني في البداية لازم أتابع كل الأخبار بتابع كل اللي بيجرأ ونظرة رسامة الكاركاتير ليها غير نظرة المطلق العادي لازم يبقى بصص للخبر بزاوية تانية هو ممكن إزاي يطلع منه فكرة ساخرة أوقات بدون تعليق أو ممكن يحط تعليق بسيط فبعد أشوف الأخبار وبشوف الأحداث أطلع منها فكرة أو اتنين أوقات تبقى الأحداث مجرد العنوين بتجديني أفكار كتيرة جدا وبساعات ممكن أقعد أتعب على الفكرة على حد ما أطلع منها حاجة وأوقات ما بتجيش يعني أوقات مهما أحاول يعني ممكن ألاها قفلة مش راضي تيجي يعني خلينا نعلق على رسوماتك كده نبدأ دي أول حاجة دي يعني البي بي سي البي بي سي يعني هي هنا زي لسان للإرهاب إن الإرهابي هو اللي بيتكلم ودايما خصوصا في الحالات اللي هي بتاعت إعدامات الإرهابين تلاقي البي بي سي طلعت تولول وتقولك هي وقفة إعدامات الإرهابين فهي مجرد لسان للإرهاب فدي المقصود بيها البي بي سي البي بي سي هنا شخصية عاطف المتعاطف ده الشخص اللي دايما بيتعاطف مع كل ما هو يعني يخص الإرهاب والإرهابين يشير أي حاجة ويشير صحيح فبسميه عاطف المتعاطف الله يحلوه ده شخص يعني هو مش عارف إلا بيشيره ودديله وخلاص آآ يعني آآ فكاتب بقى يعني السمات الشخصية بتاعت العاطف آآ دكتور أفل نحنا عالم الأخير طب أبعك بيهم قوي ماش يسترف الإنسانية صح والله بس عاطف المتعاطف ده دي مرة واحدة ولا أنت عملته الشخصية اللي هي لما تعوز تستخدمها ضد بقى اللي بيشيره واللي مش وغدين بقى لهم إنهما بيعملوا حاجة غلط ضد البلد آآ أنا الحقيقة لسه ما استخدمتش الشخصية كتير في الكاريكاتير لكن الفترة اللي جاية لأنه خصصا في عاطف المتعاطف الفترة دي معنا في حاجات كتير آآ زي إيه؟ يعني زي الإرهابين وزي الإرهابي اللي لسه إحنا عدمناه فهتلاقي دايما الناس بتطلع قطاع عاطف وحاجات زي كده آآ يعني إحنا كلها بنعمل حاجة صحة ودايما قمضت السر اللي أنا دايما أقولها إنه أنا مش إخوان بس باحترمهم وهي ده ده المفتاح اللي دايما يدخلهم آآ آآ أنا مش إخواني أول ما أقولك أنا مش إخواني ما هو أنا في نفي إس بالترب على طول ما إخواني ابني إخواني طيب اللي بعده؟ هنا الحقيقة مسلسل ممالك النار أنا أنا يعني زي مصباح هو بيضيء للدراما التاريخية العربية حقيقة تجربة عظيمة جداً وبداية للدراما التاريخية العربية إن هي تبقى لها وجود قوي جداً بعد اللي كان حاصل من الدراما التركية والغزو وغزو الأفكار وإزاي هما بيأثاروا فينا بأفكارهم إيه للأسف مش صحيحة في معظمها يعني وهم بيستخدموا الإبهار البصري آآ آآ وهم دخلوا لنا بالمسلسلات الاجتماعية والصورة المبهرة والقصص الحب والحاجات دي وبعد كده دلوقتي بقى فيه تركيز كبير على الحقيقة إحنا بدأنا نبدأ بدور عظيمة جداً يعني بعدما الناس حبت النجوم طبعاً نتيجة لقصص الحب وكده بدأوا يستخدموها في الترويج للتاريخ الخاطئ آآ صحيح صحيح وللزعامة طبعاً لأنه هو في مشروع في مشروع للأردغان ده إن هو عايز يبقى خليفة وكده فبيبتدي يطوع كل الأدوات اللي عنده لخدمة المشروع أو خدمة أحلامه على فكرة موضوع ده خطر جداً إن هو المسلسلات دي بتبقى طويلة بتقعد مع الناس فترات بتاخد منهم ومن تفكيرهم وتأثرهم طبعاً لأنهم بيعودوا يحكوا فيها صحيح وبتزيف بتحط أفكار يعني المسلسل مؤثر جداً الفن مؤثر جداً أقوى أقوى سلاح يعني هو القوة النعمة زي ما بيقولوا أنت بتطالب بقى أن يبقى عندنا مسلسلات تاريخية عظيمة أنا أنا بشوف إن إحنا إحنا بدأنا نعمل خطوات مصر مهم طبعاً خطوات عظيمة مصر مصر دي مصر إحنا إحنا لا نمتلك إلا الفن خلي بالك إحنا قوتنا العظيمة يا أسوة الزرانية هو الفن إحنا فراعنا شوفي سابوا لينا إيه إيه العظمة اللي لسه عايشة لحد دلوقتي تاريخنا كله تأثيرنا في الشرق كله في العرب وفي العالم هو الفن إنت لسه بتكلم عنه مكلسوم مكلسوم دي دي هرم دي حاجة عبقرية ما تتكررش مين عنده مكلسوم تاني غيرنا صحيح فإحنا قادرين 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 نعمل هي مكلفة بس مطلوبة ولازم وأنا الأولى ما ينفعش نتأخر أكثر منك أنا بجد أنا مبسوط بالحالة اللي حصلة دلوقتي في الدراما والإنتاج اللي بيحصل لإن إحنا بدأنا بدأنا حطينا رجلنا على الطريق وأعتقد إن اللي جاي حيبقى حاجة عظيمة لنا طيب يلا اللي بعديها هنا السوشال ميديا بغبغان صح بغبغان بتاعت جماعة الإخوان هو هنا هو على إيد الجماعة والجماعة بتغنيله أنا عندي بغبغان غلبة وبنص سنة بيلقط اللي أقوله ويذكروا الليل بطوله والصبح اللي أبي يقوله ويعيدوا الوحده كمان يعني ده زي غنوة العظيمة عودة صح هو بوست ويناموا والحمد لله الناس بتقوم بالواجب هو مش حاسين ناخد بالنا يا جماعة هنا المزعي الإرهابي محمد ناصر لما حرد إسرائيل على مقادات مصر بسبب تعاوضات اليهود يعني تخيالي يعني البجاحة اللي عند المزعين دول والإعلام المعادي فهنا نيتنياهو يعني زي ما يكون كده بينطقوا بيقوله حبيب قلب عم نيتنياهو بينفذ من غير ما يقوله يعني هو الحمد لله أين بالواجب وأكتر يعني الاتنين دول يعني جزء أصيل موجود في كل شبر مش عارف الناس دول للأسف واحد عنده فلوس يعني طول الوقت بيصرف على الخراب والضمار في الوقت العربي يعني حاجة وواحد ثاني عنده مشروع وأحلام يعني إن شاء الله عمره ما تتحقق يعني لإني بس هو اللي حتى الرسم نفسه بيقول مش لازم حتى كنت تكتب يعني يعني بس يعني هو فعلا ده بقى هو الفن هو على الحالة لإني الرسالة بتوصيل الرسالة بصورة يعني غير مباشرة ده السكوت أنا يعني هنا الليرة بتسكت وهو بيحاول ينقذها ولكن هو مش داري إن هو كمان بيسكت معاها يعني هو سقوط لليرا وسقوط لأردوغان في نفس الوقت طيب هنا إعلام الشائعات والتحريض اللي هو يعني بيمثله الجزيرة وهنا مواطن بيرمي الشاشة والتلفزيون كله من بلكونتو بيقوله تفوع يعني يعني تعبير يعني مواسير التواصل الاجتماعي يعني هي قاعدة طول الوقت بتنزل يعني فضايح وفوضى وإلي تأدب يعني كل والتشكيك وشائعات وكل وللأسف الفضائح والفوضى هاي اللي بتعمل الترند اه اه لأسف هنا أنا يعني دي لوحة بعض الشعوب العربية اللي لسه متمثكة بالأوهام السورية والشعارات وشعارات تجار الفوضى وللأسف مش دارين إن فيه إن الفوضى زي قرش والدول الطامعة يعني فتحت المية خلاص حيفترسوهم وطوق النجاة الوحيد اللي لازم يسيبوا الأوهام دي ويطلعوا يتمسكوا بيه هو السيناريو المصري بعد الدبابة السورية وطبعا كل الأسلحة وكل الناس اللي معاها كلهم دواعش وهو طبعا شايل عالم داعش هنا الإخوان الإرهابين يعني هنا الدعم يعني زي محليل بتقويهم اللي هو الدعم القطري والتركي والأكاذيب والشعاعات وتقارير المنظمات المشبوهة وتعاطف السوزج يعني بعض السوزج وبعض المراهقين زي عاطف المتعاطف اللي إحنا الدبنان هنا مهاترات الأردوغان يعني دماغه مطلعة على حاجات راحته وحشة بالتسكم أنف العالم يعني العالم ماسك أنفه بيقول إف يعني حاجة على تفكيره يعني يعني هنا منظمة العفو الدولية وهيومن رايت تواتش زي التجميل للإرهاب هم قاعدين طول الوقت بيجملوا للإرهاب لأ وبعدين أنا ملاحظة برضو بالنسبة أن هو بيجملوا الإرهاب إن هو بيتكلموش على أفعال أردوغان في الفترة الحالية آه خالص تقريبا مجهولين بفيروس كورونا آه صحيح آه خالص ومش هيتكلموا آه مش هيتكلموا آه هنا أردوغان زي جسر هو اللي بيعبر من خلال الإرهابين من سوريا لليبيا هو طبعا الناق الإرهابين في ليبيا آه وعي الشعب المصري زي صاروخ بيطارد أحلام آه وأطمع أردوغان آه وأحلامه في الخلافة والغاز المتوسط وأطمعه ولبس لبس العصابة آه هو لبس لبس حرامي وطول الوقت أنا 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 القناعة على معظم الوقت برسمه بالتشرط ده لإني أنا بشوفه حرامي يعني آه والله أنا نظرتي ليه دايما بشوفه كده شخص حرامي وحرامي بجح مش بس حرامي يعني إيه عنده دم وبيحاول يتسطر لا ده بجح يعني صحيح أعلام الصرف الصحي الجزيرة وقنوات الإخوان وكده طول الوقت بتنزل حاجات غازات وحاجات شقعات والتشكيك وفتنة وتحريد وأحباط وأن الشعب يعني بيجري منه ويعني بيانفر من طيب هنا إيران وأحلام التوسط آه بعين بتوقع آه بتجري بيجري ولبلونة وهيوقع آه وعي الشعب المصري آه أقوى من التشكيك والأكاذيب ودعا والفوضى فهو بيتحطم على إيده آه آه كل المحاولات دي آه حلوة أبعد بكرة إعلام الإخوان يعني آه هنا آه آه اللي بيدخل يشوف إعلامهم بيقلع عقله قبل ما يدخل آه يعني فأنا بمثل وحزائك لأن عقله زي حزائه يعني حاجة لابسه بس فبيقلعه وهو ده بالمرة يعني آه بالمرة زي ما أنت بتقلع حزائك قبل ما تبخلي أي مكان آه فهو بيعني حزائه وبيعني عقله معاه هنا الهاشتاجات آه عامل زي الرفاعي طول الوقت قاعد ماسك التويتر ده علامة التويتر دي وبيقعد ينفق فيها فبيطلع التعبين الهاشتاجات مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت الحقيقة يعني شائعات وأحباط وفوضوية وهري وبزقات وحاجات فالوعي هو يعني طوق النجاة أو يعني هو المظلة اللي بيحمي بيها المواطن نفسه من كل الكلام ده كله آه فلازم يبقى فيه وعي محمد ناصر بلياتشو الإرهاب هنا أنا راسمه زي بلياتشو وبيغني وكمان بلياتشو وتعالى يسمع على ناتشو وشوفه هيعمل إيه قوله إيه بصراحة مستغربة محمد ناصر بيشتغل في المحور ما كانت شبين عليه قالص إن هو لا إخواني ولا حاجة بس هو كان بتاع فروس أبدا يعني هم يعني للأسف هم بيجروا وراء المادة يعني هم مش أصحب قضية حتى يعني ربنا يهدي يا ربنا طبعا دي البي بي سي تاني ولسان دي إحنا خلاص استعرضناه في الأول هنا وزير الخارجية القطر لما قال لا ندعم الإخوان المسلمين ولا جبهة النصر فهنا زي تلميزين صغيرين ماشيين في الشارع فبيقوله تعرف اللي بيكذب بيبقى إيه بتاني بيقوله آه يبقى وزير خارجية قطر هنا الفيسبوك يعني طول الوقت الإخوان مسكينه بيزمروا فيه بيطلعوا منه أكثر وكذيب وبعض الناس اللي هم ما عندهمش وعي للأسف بيمشوا وراه آه بس أنت كل حاجتك يعني شايفها سياسية أكثر يعني آه يعني هو الحقيقة أنا أنا من خلال من بعد 2011 أنا قبل كده ما كانش ليه علاقة بالسياسة قوي يعني أنا كنت بشتغل اقتصاد الرياضة آه ما كنتش بيتكلم بالسياسة والحقيقة ما كنتش أفهم بالسياسة قوي بالشكل التجربة هي اللي علمتنا الحقيقة يعني إحنا مرينا بمراحل وتعلمنا وشفنا وغلطنا وراهلنا على ناس واكتشفنا أنه هما بالضبط كده الناس لا تؤتمن لا علينا ولا على بلدنا اللي هو الإخوان آه لا أنا عمر مرنت على الإخوان الحقيقة لكن على شخصيات اكتشفنا بعد كده زي مين؟ يعني أنا ممكن أقولك إن أنا كنت ساعات بردعاوي كنت بحب ساعات عقولة؟ آه والله يعني الحقيقة ما كنتش عندنا وعي لكن بالتجربة إحنا اكتشفنا بس حلو الاعتراف بالحق فضيلة طبعا طبعا يعني أنا هو من الغباء إنك تتمسك بأفكار لمجرد إن أنت تبقي عندك يعني غرور أو عندك كبرياء إن أنا مش عايز أعترف بخطأي لكن إن يبقي فيه خطأ وتقولي إن أنا غلط فده حاجة يعني حاجة مهمة طيب دي بقى؟ يعني انتصارات الجيش الليبي في العاصمة ترابلوس هنا زي ترابلوس مكتوبة على الأرض وبيغرق فيها مؤامرات تنظيم الحمدين والإرهاب وأطمع أردوغان زي أياد يعني بتغرق في ترابلوس أردوغان أردوغان الحقيقة يعني ما شاء الله يعني أخذ شهادة درجة الحماقة والعتها يعني زي شهادة يعني درجة علمية عظيمة يعني فهنا لملبسوا طاصة يعني دليل على الحماقة يعني طعم الإحباط الحقيقة يعني طول الوقت في الفيسبوك في بحر الفيسبوك الطعم اللي بيرموه للعقول لبعض العقول اللي هي زي السمك إنت مش عامل حاجة عن بيروس كرولا دي هي تشكيك أنا عامل حاجات عن بيروس كرولا عملت حاجات عن بيروس كرولا بس طول الوقت طعم الإحباط إن هما بيحبطوكي بالتشكيك طول الوقت بيتشككوه في أي شيء يعني بقى لهم فترة بيقولك في كورونا في مصر رغم إن ما فيش أي إصابات ولما حصل إصابات الدولة ووزاة الصحة طلعت وأعلى لها لكن هما طول الوقت بيتشككوه المواطن بشكل في كل شيء طيب على ذكر بقى فيروس كورونا وإحنا لسه قايلين دلوقتي يعني إحنا بنتكلم بشفافية وكل حاجة بتجلنا عن فيروس كورونا بنقولها أنا أول حلقة في البرنامج عملتها كان معايا دكتور محمد عوات تاج الدين وهو أحسن حد يتكلم عن فيروس كورونا وقلنا كان إشعارنا في هذه المرحلة يا جماعة لا تهويل ولا تهوين يعني مش أي حد لازم تخسل إيديك والنظافة الشخصية وده مهم جدا لأي مرض لأي مرض عشان تحمي نفسك منه فأحمد الوصيف رئيس اتحاد المصري للغرف السياحية أكد دلوقتي إن الحركة السياحية في مصر بتعمل بشكل منطظم تماما ولا توجد أي قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر أو زيارتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية وإن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدا وأشار إلى أن الاتحاد وغرفه المختلفة على تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات وده طبعا لمتابعة الحركة السياحية إلى مصر مؤكدين على انتظامها وسيريها بشكل طبيعي جدا وإن وزارة السياحة والأثار تقوم بالتنصيق مع وزارتي السحة والسكان والطيران المدني وغرف المنشآت الفندقية كمان والسياحية وده طبعا اتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية اللي أقرتها منظمة السحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة جدير بالذكر أن وزارة السياحة والأثار قامت بالفعل بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات وتدابير الوقائية اللازمة واللي أصدرتها منظمة السحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة وده لتطبيقها والعمل بموجبها وقامت كمان باختار الاتحاد المصري لغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات اللي اتخافتها اللجنة العامة بمجلس الوزراء واللي بتلزم طبعا الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة السحة عن أي حالة مشتبه فيها سواء للأجانب أو العاملين بيها وكمان ضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مضربة وذات كفاءة عالية جدا بيتم تدريبها بوزارة السحة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالفيروس وكمان المتابعة المستمرة لها وكمان غرفة المنشآت الفندقية قامت بتنسيق مع وزارة السياحة والأفار باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعملين بالمنشآت الفندقية عن طريق إعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيحها على جميع المدربين لدى الغرف والاتحاد السياحي للغرف السياحية وده لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي وكمان تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة السحة والسكان عن طريق مدريات السحة الموجودة بمحيطها الجغرافي وطبعا لدى عقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المدرية عن الإجراءات اللي يجب اتخاذوها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص على أن تقوم في روع الغرفة بتوزيع وتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات وطبعا زي ما بقول لحضراتكم الوقاية خير من العلاج لا تهويل ولا تهوين ما تقدمش بس إن شاء الله كل حاجة تعدي على خير ايه الموضوع فيروس كورونا ده؟ تعبر عنه إزاي بقى بالكريكاتير ده؟ أنا في البداية كنت يعني إحنا شعب غريب جدا الناس طول الوقت قاعدة متراكبوا عايزة كورونا يعني إحنا الشعب الوحيد اللي هو يعني صخر من كورونا بشكل ومخافش منه يعني إحنا كل حاجة بناخدها بهزار بس ده بيتاخد علينا للأسف يعني في الخارج برم اللي بيعرفوا إن إحنا شعب لطيف وبيهزر وكده فواحد بقى قاعد بيقول يعني أنا مش قادر أنا إزاي نعيش من غير كورونا الناس كلها عندها كورونا وإحنا ما عندناش يعني ربنا يوصر يا رب إن شاء الله طيب خليني رحب بفنان الكريكاتير عماد عبد المقصود من طبعا لورسومات مشهورة جدا عبر مجلة روزة يوسف مساء الخير يا فاندم الخير يا فاندم أعلا بحضرتك أعلا بحضرتك إحنا بنتكلم على دور الكريكاتير في مواجهة التطرف والشائعات إيه هو الدور اللي شايفه اللي ممكن يلعبوا الكريكاتير في الفترة الحالية عشان يقول بكل بلاغة يعني ما لا يستطع الأقلام الصحفية وكبرى الأقلام الصحفية كمان إن يقولوا في الفترة الحالية تمام يا فاندم باشتا حبيت أنا باشت في البداية أنه العمل مصرور في جوابة روزة يوسف الإخبارية وليس مجلة روزة يوسف نرجع لدور الكريكاتير إنه طبعا الكريكاتير بيقوم بدور مهم جدا 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 بتشخيل الحالة دية بشكل واضح وطريح وصادم أحيانا كتير إحنا يعني عايزين نقول أو نوصل رسالة يعني مسببات الظاهرة دية التطرف والإرهاب والحاجات دي كلها إحنا عايزين نوصلها بفن الكريكاتير آآ بشكل مبسط يعني هو باختصار طبعا أكيد فيه عمال كتيرة جدا في خبرتك عرصية وكلنا متابعينها وشايفينها بس هو آآ إحنا للأسف الظاهرة ديت موجودة منذ الصغر عند آآ الشباب والأبطال آآ من خلالها بنحاول نوجه رسالة كإعلام آآ مش بس كرسامين كريكاتير لكل أولياء الأمور إنه من فضلك آآ إذا كان ابنك أو طفلك صغير أو الشاب يافع آآ داخل آآ هو طبعا أنت لازم يؤدي الفريضة ويصلي آآ لازم تصحبه ما ينفعش يتيبه لوحده لأن للأسف الثلفيين والإخوان وكل الأراء المتطرفة دي كلها إحنا ما نقدرش نسيطر عليها داخل دور العبادة وما نقدرش نسيطر عليها دي الصورة الموجودة دلوقتي الكريكاتير الحاديك شايفه على الهواء؟ الحقيقة لا أنا مش قدام الشاشة دلوقتي لكن أكيد حضرتك عرضة حاجة أكيد عن الإرهاب آآ عن الإرهاب حاديك مركز بس على فكرة الكريكاتير إحنا نفسنا نعود نشير الكريكاتير وكده يعني الصورة مهمة جدا الكريكاتير ده له دور مهم جدا في نقل الرسالة فحديك مركز واضح على التوعية ضد الإرهاب بالضبط ما هو ده ده رسالة مهمة جدا جدا طبعا في الكفيل بتدمير مجتمعاتنا وأبسط مثال على ذلك طبعا الملاطق اللي فيها حصل توتر وفيها المطلوب من دعم في الفترة الحالية عشان الكريكاتير يقوم بدوره كما ينبغي أن يكون والله إحنا يعني محتاجين المساحة ومحتاجين التنوع في الموضوعات أكتر بكتير من الوقتي علشان يبقى عندنا فرية أكتر على النقد والتحليل وده مش دور الكريكاتير بس يعني دور كل كنونة الفحافة والإعلام هو أن احنا نرصد الظاهرة بشكل أعمق وأدق من بزرها يعني نفهم بالضبط اللي بيحن احنا في الوقت عايزين نقول إنه كان بالنسبة للإخوان نفهم إزاي بيحصل غفيل لعقول الطلبة في الجامعات وفي المدارس وهم صغيرين ونحاول نشوفه كان المشكلة للأسد كبيرة جدا ما كانش فيه ثقافة مواجهة إزاي نواجه الظاهرة دي في جامعات أو في المدارس للأسف كانت تنتشر بشكل يعني بشكل مش لطيف خالص يعني هو اللي قد في النهاية لكل البلاو اللي احنا بنشوفها دي لو احنا بنشاء بنتحاور مع الشباب وبنحاول نوعيهم ونحاول نقول لهم يا جماعة من فضلكم بالحجة وبالدليل ما هو الدين أو ما هو صحيح الدين وما هو متطرف وما هو مؤذي للآخر أو يعني فيه عنصرية أو فيه كراهية أو فيه هي فكرة خطاب الكراهية من البداية خالص إن احنا نحربه وطبعاً موضوع تجديد الخطاب الديني ده موضوع مهم جداً طبعاً اللي احنا محتاجين نشتغل عليه هو فيه كاركاتيات أنا رسم الحقيقة عن المجموعة المشايخ اللي هما اعتذروا في فترة الأكتيرة جداً هو احنا فيه مشكلة بسيطة بس يعني أنا مش ضد الاعتذار يعني الاعتذار ده هو يعني أحسن من لا شيء إن احنا على الأقل فيه اعتراف ولا وضمنياً إنه فيه مشكلة نعم أنا بشكرك شكراً جزيلاً فنان الكاركاتير عماد عبد المقصود على هذه الإضاحات سريعاً كده يا أحمد لو إحنا عايزين نروج بالكاركاتير لإنجازات بلدنا نعملها إزاي بس بصورة عشان وقتنا يعني الحقيقة لازم تبقى الصورة مختصرة سريعة وبسيطة عشان توصل لكل الطبقات يعني أهم حاجة في الكاركاتير هو ما يتعلاش على المتلقي لازم يبقى واصل للناس الشخص البسيط اللي ما يعرفش يقرأ يشوفه يفهمه والشخص اللي هو مثقف جداً يوصله ويفهمه فده ده أهم حاجة في الكاركاتير أهم الميزة وأهم الميزة إنه يعني إن إحنا نقدر نشتغل ده بحب حقيقي لبلدنا يعني مش محتاجين دعم كفن كاركاتير أكيد 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 محتاجين دعم محتاجين مساحة زي ما قال العماد والحقيقة الكاركاتير مهم جداً ودور مهم جداً بشكرك شكراً جزيلاً فنان الكاركاتير أحمد قعود طبعاً يعني نورتنا جداً الله يحفظك حقيقة رسماتك حيلة وبالتوفيق إن شاء الله ربنا يحفظك أنا منشاكل جداً بشكركم مشاهدين وزي ما قلت لحدكم في البداية إن فن الكاركاتير له دول مهم جداً في توصيل الرسالة بصورة غير مباشرة يعني هتلاقوا أعداد كبير جداً من الشباب دلوقتي لو عايز يضحك يغزر ممكن قوي بدل ما يبعت نكتب يبعت كاركاتير فالكاركاتير ده فن مهم جداً وإحنا عندنا رسامي كاركاتير متميزين جداً داخل جمهورية مصر العربية قان الأوان إن إحنا نستغلهم ونستغل الكاركاتير في الترويج لإنجازات بلدنا عشان خلق التنمية ويعني الانتماء داخل الشباب وده اللي إحنا بندور عليه ومحتاجينه قوي غداً إن شاء الله هتكون حلقة خاصة جداً من داخل مطبعة الأهرام هنتكلم فيها عن كيفية صناعة الصحافة انتظرونا في منشط جديد غداً إن شاء الله مع راني هاشم إلى اللقاء